معنا من بغداد الخبير العسكري والستراتيجي أحمد الشريفي أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك ضربة جديدة هذه المرة وضعت بخانة الضربات المستمرة التي كانت صريحة فيها الولايات المتحدة وبأنها مستمرة بتنفيذها ما تعليقكم بداية على نوعية هذه الضربة على مكان هذه الضربة وأيضا التوقيت بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن العملية كتقييم هي عملية نوعية لا سيما في نوع وطبيعة الهدف فضلا عن أنها تأتي ضمن تراتبية لسلسلة عمليات متوقعة وفي تقدير أن الولايات المتحدة ماضية باتجاه تقطيع أوصال بحور الممانعة والمقاومة بطريقة استخدم فيها سلوب التجريد الجوي وهي طريقة تعبوية ضمن العمليات الجوية يصار فيها إلى استهداف ثلاث مستويات مستودعات الأسلحة رغبة في ضعاف القدرات القتالية التجمعات البشرية لاستنزاف الموارد القتالية ثم التوجه باتجاه استهداف منظومة القيادة والسيطرة وفي تقدير هذه التراتبية الثلاث متحققة الآن في محاور العمليات ابتداء من اليمن ووصولا إلى العراق وهذه العملية تأتي في هذا الإطار لكن دقة الإصابة وطبيعة الهدف كانت تدلل على أن هناك قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ربما لا تصل إليها حتى المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق وبالتالي كيف يمكن أن تكون التبعات الداخلية على هذه الضربة النوعية واضح جدا أنه سيصار إلى مزيد من التصعيد المتبادل بين الفصائل وبين الأمريكان وما يعني ضمن المزيد من التحييد للحكومة ومؤسساتها لأن حينما يكون الصراع مباشر بين الفصائل وبين الأمريكان أن ذاك يرتفع منسوب الحرج للقائد العام للقوات المسلحة ولمؤسساته الأمنية والعسكرية ونحن نلاحظ بالحقيقة هناك سيادة جوية ترتقي إلى مستوى الإطلاق سيادة جوية مطلقة من قبل الولايات المتحدة في التحكم في الميدان وفضلا عن أنها تمتلك قاعدة بيانات دقيقة يعني بعض الشخصيات التي يجرس تهدافه هي حتى مشخصة كقاعدة بيانات ومعلومات لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية فهذا يدلل على أن التجسس الإلكتروني عالي كفاءة في الميدان يعني بقدر تعلق الأمر في العراق فضلا عن أنه ربما قد حقق نوعا من الاختراق لمنظمات كنا نصفها أنها منظمات مغلقة وبالتحديد الكتائب الكتائب منظمة مغلقة صامتة تمتاز بالسرية ودقة التصرف والحذر الشديد حينما يستهدف من هو مسؤول عن أمن المعلومات في هذه المنظمة فمعنى ذلك أن هناك اختراق قد حصل فيها لأن دقة المعلومة ودقة الضربات الجوية لا تحصل إلا بقعدة بيانات يعني نحن على المستوى الطيران دائما نقيم الضربة الجوية بالمعلومات الاستخبارية اللي نطلق لها بالبريف للسوي للطيارين نقول الانتولوجينز فكلما كانت المعلومات الاستخبارية دقيقة كلما كانت الضربة الجوية ناجحة فبثل هكذا عمليات لا يكتب لها النجاح بهذا المستوى من الدقة في التنفيذ إلا إذا كانت تستند لمعلومات دقيقة يكشف حظم الخرق يعني هذا الموضوع ليس مصدر المعلومات فقط التجسس الإلكتروني نعم مخترقة واضح جدا هناك اختراق واضح حتى إذا قلنا نعم آسف تفضلي تفضل تفضل هو بالحقيقة يعني بالذات لصواريخ الهيلفاير في بعض الأحيان رغبة في رفع منسوب الدقة في الصابة يصار إلى لسق ما يطلق عليه بالمجيب الراداري لأن الهيلفاير نوعا هناك الهيلفاير ليزري يصار إلى إضاءة الهدف ليزريا ثم الصاروخ يتبع البند الليزري وصولا إلى نقطة الإمباكت في الاستدام بالهدف لكنه الصواريخ الرادارية التي هي أكثر كلفة البعض منها المتطور جدا يصل تفوق كلفة الخمسة مليون دولار هذا بالحقيقة يتبادل النظر مع جهاز صغير ربما لا يتجاوز عقدة الأصبع وهو مجيب راداري يسأل الرادار ويجيب وتبادل النظر بين المجيب الراداري ورأس الاستشعار الراداري للصاروخ يجعل نقطة التناظر واردة فتحصل الإصابة غاية في الدقة علما أن قدرة التدمير محدودة لو لاحظتم أنه ضربت في منطقة مدنية وقرب بطعم شعبي كان ممكن أن يسخط ضحايا مدنية لكن هو أساسا قطر التدمير مالتي لا تتجاوز نصف متر أود أن أستفيد منك أستاذ أحمد حول هذه النقطة وهو يعتمد على السكاكين أكثر من العبوة هل هذه أول مرة تستخدم فيها بكل تفاصيل هذه العملية المعروفة حتى الساعة بمثل هكذا ضربة؟ لا بالحقيقة كتقنية الدرون والهيلفاير كانت حاضرة في عملية حادثة المطار حادثة المطار أيضا كانت بهذا المستوى من الدقة لأن هذه طائرات الدرون بطئة السرعة بطء السرعة ترفع من منسوب دقة الاستهداف لأننا بالمقاتلات السرعة القتالية تفوق لتسعمائة كلمتر بالساعة ففي كثير من الأحيان تؤثر السرعة القتالية والميدان الملتهب على دقة التصويب لأن نيران تشاغل الطيار السرعة عالية جدا وتكون تؤثر على دقة التصويب بالنسبة للدرونات في الميدان مفتوح لا تعاني من دفاع جوي أو ردود أفعال وسرعة قليلة تكون أصاباتها دقيقة جدا وفي تقدير ذات الصاروخ الذي يستخدم في حادثة المطار هو الذي يستخدم في هذه العمليتين التي سبقت وربما تكون أيضا الاميكيونين هي طائرة التنفيذ طيب اليوم هناك ردود يتوقع أن تقوم بها هذه الفصائل يعني وذكرت حضرتك في بداية هذه المداخلة أيضا أن هذا يزيد من تحييد أو إحراج حكومة السوداني بالتالي كيف يمكن أن نقرأ المشهد إن كان من خلال رد الفصائل وقدرة رد الفصائل وأيضا من ناحية موقف الحكومة المرتقب أحسنتم هو أحنا بين معادلة وعني بصانع القرار السياسي بين معادلة الفعل ورد الفعل وهو طالب حتى في لقاء تلفزيوني قال أنه أحنا لا نستطيع أن نوجد فصلا بين القوى المتصارعة وعني بهم الأمريكان من جهة والفصائل من جهة إلا أن نوقف الفعل ورد الفعل إمكانية السيطرة على الميدان بهذا الشكل غير متاحة للحكومة على اعتبار أن الحكومة لا تستطيع أن توقف الفصائل ولا تستطيع أن توقف الأمريكان فسيستمر الفعل ورد الفعل حتى الوصول إلى حسب المعركة لأنه واضح المعركة هي ليست معركة محلية لا تتعلق فقط في الفصائل في العراق وإنما هي تتعلق بتوازنات إقليمية وهذه التوازنات الإقليمية مست النقطة الأهم والأكثر تعقيداً بالنسبة للولايات المتحدة وهو الأمن القومي بشقيه أمن الطاقة وأمن الحلفاء لو تلاحظون أكو تداخل بالميدان في بعض الأحيان يثير الاستغراب يعني بين السليمانية وبين أربيل أربيل تصنف أنها ليست قريبة إلى إيران لكن السليمانية قريبة جداً إلى إيران وفيها حلفاء إيران بالرغم من وجود حلفاء إيران استهدف حق للغاز في السليمانية وهو الذي يؤمن إمدادات الطاقة الكهربائية إلى سكان السليمانية اللي هم بشكل أو بآخر يصنفون حلفاء لإيران لأن معادلة الطاقة لا تقبل المجاملة واستهداف الحقل بالحقيقة هو امتداد لما يجري في الحقول في سوريا وهذه يعني معادلة غاية في التعقيد وفي تقدير نحن ماضين باتجاه إدارة الصراع أقليمي وإن عد محدوداً خشية من أن تكون الحرب أقليمية لكنها ستكون عمليات مستمرة متبادلة من كل الطرفين طيب ولكن ما الخطوات اليوم التي يمكن أن تتخذها يعني كان هناك أيضاً عمل علامات استفهام طرحت أستاذ أحمد حول زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بغداد يعني اليوم أيضاً سمعنا من بعض الفصائل بأنها تأتمر بقرار رئيس الحكومة حتى سمعنا هذا الموضوع في الأسبوع الماضي وبالتالي اليوم العراق على حفة أن يتحول ساحة لصراع ورسائل مباشرة بين إيران حتى أبعد من فصائلها في العراق بين إيران والولايات المتحدة بتالي الموضوع يزداد خطورة ويزداد تعقيد فهل ما تقوم به بغداد مع واشنطن يمكن أن ينطبق أيضاً على طهران؟ في تقديري أن العلاقة بين حكومة السوداني والولايات المتحدة ربما تعاني الآن من حالة قطيعة ودليلي في ذلك هو الاستبدال الذي جرى خارج أطر استقوف المحددة للتكليف سواء كان لممثلة الأمم المتحدة والسفيرة الأمريكية وفي تقديري أنه سيصار إلى أن الولايات المتحدة تتخذ منقف من حكومة السوداني بسبب أنها تتعرض إلى ضغط الفصائل وأنها تتأثر بائتلاف تصنف الفصائل أنها العمود الفقري فيه أما في العلاقة مع إيران ففي تقديري نعم إحنا دخلنا مرحلة الصدامة المباشرة وأنه ما عادت مسألة تحريك الأذرع تنفي المسؤولية أو تسقط المسؤولية عن إيران هذه الفصائل تتحرك ببعد أيدلوجي بفضاء أيدلوجي ولائي أي بمعنى أنه ولائها إلى إيران قدراتها التسليحية واضح جدا قدراتها التقنية اسلوب إدارتها حتى على مستوى التركيبة البنيوية إداريا لهذه التنظيمات هو يرتبط بإيران وربما إيران لا تنفي تقول أننا ندعم ولا نحرك والفصائل كذلك دائما تصرح أنها ولائية ولها اتباط عقائدي نعم بالحقيقة إيران تضرب إيران تخشى أقليب كردستان لسببيا السبب الأول أنه قد يشكل نموذجا لقضية استثمار مثل الغاز الطبيعي الذي لطالما رغبت في أن يعطل حتى تبقى مديادات الغاز إلى العراق قائمة ليس فقط في البعد المادي وإنما من يتحكم بالطاقة الكهربائية معنى ذلك هو يتحكم بعجلة الإنتاج في البلد وبالتالي يربط أمل القومي ومصير الدول عبر مصادر الطاقة نعم فضلا عن أنها بالحقيقة تخشى من النموذج إقليم كردستان بدأ يتضخم كنموذج يثير تطلعات دول المنطقة وبالتحديد الأكراد في كل من إيران وتركيا وبالتالي الخشية من تمدد النموذج والمطالبة بفدرالية في تركيا وفي إيران أيضا تدعو إلى إجهاض هذه التجربة عبر الضربات وربما أربيل هي حاملة لواء الإقليم أكثر من السليمانية السليمانية انهارت بعد وفاة مام جلال وما عادت مؤثرة في المشهد السياسي كما كانت سابقا يوم كان ورئيس الجهورية في العراق شكرا جزيلا من بغداد الخبيل العسكري والستراتيجي أحمد الشريفي شكرا